السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديدة وصفة موصفاتي كنت تكونوا بخير إلى خير سوف نتقاسم معكم بوصفة الخبز البرجر بالألوان سوف نستعملوا ألوان طبيعية لا نقوم بعمل الملونات الصناعية كما تشوفون الصفر و الحمر سوف نكتشفوا الطريقة والمقادر سوف نحتاج على بركة الله هنا كما تشوفون المكون الذي سوف يعطونه الحمر هو الشمندر لا نقوم بمكتشفوا ايضا سوف نقوم بمكتشفوا سوف نقوم بمكتشفوا سوف نقوم بمكتشفوا منذر 300 جرام سوف نقوم بمكتشفوا خبز الملح البابريكا تحميرها 4 كاس من الزيت اول شيء سوف نتقوم بمكتشفوا و نقوم بمكتشفوا في الحكاة و نقوم بمكتشفوا لتحصل على وحدة البابريكا و نقوم بمكتشفوا و نقوم بمكتشفوا نقوم بمكتشفوا في مولينكس و لا نقوم بمكتشفوا و اضعوا الماء و لا نقوم بمكتشفوا سوف نعطيه بالماء بربا باستخدامه على اللون الذي سوف ترى معي يأتي لون أحمر تقريبا باستخدام لون البربا هذا هو الماء سوف نعصر الماء سوف نشت ونصخنه كي نعطيه السبب نضيف الزيت سوف نعطيه 300 كرام سوف نعطيه هذا الماء بربا فقط سوف نعطيه ملعقة الحليب المجفف لا تفعلها لا تفعلها لا يوجد الفرق او لا يوجد فيها في البناء اما بالنسبة للإحتفاظ سوف نعطيه سوف نعطيه في المدينة البربرة سوف نعطيه حتى اليومين وخارج المجمد سوف نعطيه ثلاثة سوف نعطيه هنا هنا من بعد المعجن سوف نعطيه الزبدة سوف نعطيه الزبدة نباتية و المارغارين سوف نعطيه سوف نعطيه الزبدة سوف نعطيه الزبدة سوف نعطيه الزبدة سوف نعطيه ثلاثة ثلاثة سوف نعطيه ثلاثة سوف نعطيه ثلاثة 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 الضغدائي الملون الزبدة الملون الزبدة البيض بالسبب السفار انا كنت سوف نفرق على البيض انا كنت سوف نفرق على البيض و سوف نفرق على البيض ولكن كان صور و كنت مزروبة قليلا و سوف نفرق على البيض هذا بالنسبة للعجينة ديال الخبز البركر اللي بالاصفر فعجنته بالحليب سوف نحتاج كاس ديال الحليب والمقادير راها كافحالها بحال اللي يدرس باللون احمر و متابعة الحال غنخليها لكم في صندوق الوصف سوف نفرق على جوج 300 جرام بخلوق ثاني انا كنت سوف نفرق منه المساعدة سوف سوف نضغط عليها بسلوف و سوف نجعلها حتى تخمر بمزيد الحجم سوف نبدأ من طبيعة الحال بالولاة التي خدمت لأنها تكون مرتاحة وخامرة كثير من الاخرى سوف نقوم بغازها قليلا ونقوم بغازها في سطح العمل ونقوم بغازها قليلا ونقوم بغازها قليلا ونقوم بغازها قليلا ونقوم بغازها يجب أن يكونوا يفعلون بالأمان بغازها قليلا ونقوم بغازها يعني قليلا ونقوم بغازها قليلا ونقوم بغازها تستخدم فيها 10-19 جرام عملت هنا تكلم بغازها 39 جرام تحصلت عليهم مويا لانني انا بطعبهم هكا الفكرة باش انني نصور هاد الخبز ديال برغر بالالوان وصوتهم هكا الوليدات حتى بالنسبة للمدرسة راح يجي وعمليين كتجي برغر صغير ماشي كبير ويعني يأكلها وكيكملها صافي هانتوما كنشدها وتنبضها كما كتشوفوا في الصورة لا نضغط عليها بشكل كبير وكي تبقى ليها محافظة على حجم يعني من ان تختامر في الحجم الخبز ديال برغر يكون طالع شي شوية لا يجب ان يكون مقرص بشكل كبير او لا لا نطرقوش هكا يا رقيق صافي كنجمعها وكلول بها فوق سطح العمل بكل اريحية وننزلها في الصافي اللي سندخل الفورن فيها وراق الطبخ انتوما تشوفوا اراها تبارك الله يعني كاته 300 جرام و300 جرام يعني مجموع ديال 2600 جرام راتحصلت على كتر من عشرين قطعة ديال الهامبورجر فيها 39 جرام يعني انتوما يلكتوب انكم شي مناسبة وبغي نتطيرو البرغر الوان فاراها 300 جرام ستخرج لكم الخير والبركة وتقسمت معكم فكرة ديال كيفاش كاللونه البرغر الاحمر وكيفاش كاللونه البرغر بالاصفر مع انو كين بزاف ديال فيديوهات في اليوتيوب اللي يعني فيهم هكاية بالالوان الطبيعية وانا تقسمت معكم الطريقة ديالي ما فيهاش بزاف ديال المقادير ما فيهاش بزاف ديال الخدمة نتمنى انها تكون عجباتكم بالنسبة لهادو الصفر حتى هما درتهم بنفس الطريقة درت فيهم 39 جرام في كل واحدة وكنتطرقهم وكننزلهم ما نضغطش عليهم بزاف يعني منين كان نشكل منهم كرات صغيرة فكنحاول انني نخليهم هكا شوية في واحد السمك باش منين كي طيبو كي يجيوا زوينين ومنفخين وعاطين هكا عاطين العين سوف نكمل هذه العجينة اللي عندي كاملة بنفس الطريقة كنتم بانه اراه الفيديو شارح راسو راسو وكنستعملوا ميزان ميزانكم لكم الاختيار هنا بعد ما كملت تشكيل خديت بياض البيض هاته الاخر را كدرتوا في العجينة كنت نسيت ودرتوا في العجينة ماشي مشكل انتوما تدروا السفار في العجينة سوف تخليوا البيض سوف تعملوا به سوف تدرس بياض البيض مع بعض الحليب لا تدهنوا بالصفار لانه صفار كي لون و سوف نعطينا لون لون البيض اي لون البيض مع بعض الحليب و سوف ندروا جنجلان ممكن تدروا جنجلان اسود او الوان او جنجلان ابيض سوف تدرس بياض البيض و سوف تدرس بياض البيض او الخشخاش ممكن تدروا اي حاجة عندكم في الدار انتوما تفضلوها او لحسب طلب الزبون لنسبة الناس سوف ندخلهم الفران بالنسبة للفران سوف يكون سخون 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 مزيان سخون 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 فقط و لم يتم釣ل فقط انتوما ترى نحضي الفران لكي لا يأخذ طياب كامل نشعل فوق قليلا غير دقيقة لكي نحاول أن نكمل الطياب إلى خاصة هنا نرى الصفر كيف يوجد يوجد طياب قليلا تحمر لي لأنه يوجد سكر وأنا أحاول أن ننفذ جيدة فراني لكي لا يتحصل إلى هذا الماء وهذا الفران بالزيد لكي سيكون قاعدал وضروري ضروري ضروري أن أتضيفون طياب قليلا وكي يتمكن بأسفل الناس جلس من الأسفل نعم بأن الفران سيكون بطبيعة سخون هنا سوف نشاهد وطاعة سوف يأتي الزوين وناجحين ورطب 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 ومشي مضاق المشي هو هاداك كنتم مننا جربوا الوصفة ودائما نتمنى جربوا الوصفة عادي حكموا عليها لما يأتي لا مضاق البربا باين ولا مضاق العزفران باين سوف يكون هذا الشيء الذي يمكن نشوفه هذا وعود كيف يأتيه من الداخل سوف يكون رائعين اللون في الكاميرا ما كيبانش وليكن راه اللون اللي هو يعني فريما حقا كما نقول لكم حمر كنتم مننا الوصفة تكون عجبازكم متنساوش تبرطجيو الوصفة من الاهل والاحباب بالنسبة للعمارة انا خليت لكم يعني اختيار كل واحد يعمر البرجر ديالو باش يبغى سلام عليكم وصفة جاية ان شاء الله باي